طيب أرجع لكم قبل ما أخش على اللي حصل النهاردة في مواجهة ليفربول ونوروش ساتي اللي كسبها ليفربول 3-1 عايز بس أتكلم الأول على البريمير ليج الدولة الإنجليزية هذه الحكاية الرائعة هذه اللوحة الفنية الممتعة المزيكة اللي بتتعذف بكمانجة حاجة مفيش بعد كده تفرج على البريمير ليج أي مباراة في البريمير ليج تفتح بوقت كده وفرحان ومندهش ومنبهر كل مباراة في البريمير ليج حاجة خيالية نهاردة مباراة توتنهام ومنشستر سيتي مواجهة في منتهى القوة مواجهة تجمع بيب جورديولا المدير الفني لمنشستر سيتي ومعه نجوم السيتي كلهم وتجمع أنتونيو كونتي المدرب الإيطالي الرائع ونجوم توتنهام كلهم مواجهة كبيرة جدا في الدورة الإنجليزية رائعة في الدورة الإنجليزية هدف توتنهام تعادل للسيتي هدف لتوتنهام تعادل للسيتي هدف فوز في السواني الأخيرة لتوتنهام برأسية رائعة لهاريكين هاريكين النهاردة عمل مباراة رائعة جدا مهاجم أقرب للمثالية مهاجم رقم 9 أقرب للمثالية مدهش رائع دلوقتي منشستر سيتي بقى متصدر الدورة الإنجليزية بفارق 6 نقاط 63 نقطة بفارق 6 نقاط عن فريق ليفربول اللي عنده 57 نقطة وفيه فرق ماتش لصارح ليفربول يعني ليفربول لسه فضله ماتش يعني ليفربول لو كسبوا الماتش اللي جاي ليه هيبقى الفرق بينه وبين منشستر سيتي 3 نقاط لو تفتكروا بداية الدورة الإنجليزية كان منشستر سيتي فرق وقلنا من الأول كده أن السيتي خدت دورة خلاص الأمور قرابت قوي بالنسبة ليفربول ليفربول بدي حكاية تانية النهاردة بيكسب 3 واحد قدام نورش سيتي نورش سيتي تقدم أولا وبعد كده سجل ساديو مانيق هدف التعادل وجي الملك المصري بقى الملك المصري بقى محمد صلاح كورة ايد ورجل زي ما نقول كده في وحنا نلعب الشارع ايد ورجل أليسون حطها بطريقة حلوة قوي عمل أسست لمحمد صلاح رمى الكورة لمحمد صلاح بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة محمد صلاح السلام استلام صعب جدا كعادة محمد صلاح خد الكورة وراحها المرمى إيه اللي حصل حارس نورش سيتي خرج من المرمى خرج من المرمى شوية عشان ياخد الكورة من محمد صلاح انت بتهذر ما انت مش هتأخد الكورة من محمد صلاح محمد صلاح رقصه ورقص معاه ثلاث مدافعين من نورش سيتي مع بعض وحط الكورة بالراحة كده على اليمين في وسط الزحمة دي كلها بالراحة على اليمين هدف مزيكة هدف رائع انا بوصف لكم الجل بالتفصيل كده عشان مش قادر اقول كلام زيادة في وصف محمد صلاح ما هو الوصف او الاشادة او الغنى خلص في محمد صلاح هنقول ليه تاني يعني هقول لك مثلا اعظم نعيب في تاريخ مصر سمعتها كتير يعني اعظم نعيب في تاريخ الكورة الافريقية سمعتها كتير احسن لعب في العالم سمعتها كتير اهم لعب في الدولة الانجليزي سمعتها كتير ارقام كواسية بالجملة نهرده 150 هدف لمحمد صلاح مع ليفربول ارقام كواسية بالجملة سمعتها كتير طيب يعني اقول لك ايه عن محمد صلاح مفيش خلاص يعني يعني عدى عدى لفل الوحش يعني لفل الوحش بعيد عدى لفل الوحش كمان من بعيد يعني تكلم في لاعب خيالي السور دي من المباراة مباراة نورتش سيتي النهارده مع ليفربول كان نورتش سيتي هيعمل مفاجأة كبيرة بهدف تقدم قدام ليفر لكن ليفر رجع زي ما تركم سعاد يوماني ومحمد صلاح والهدف التالي كان سجيله دياز يعني دياز ده كمان هيطلع اختراع عظيم جدا صفقة ليفربول الجديدة بحب يورجان كلوب انه بيعرف يختار لعيبة ببلاش هيروحش هو بقى ما يخش السوق مثلا انا عايز كلمة ببيه ما قالكش كده ما قالكش مثلا عايز هلند من دورتووند ما قالكش كده مثلا فاهم ما بيروحش يجيب اللعيبة بمئات الملايين يجيب لك لعيب واسيب لي انا بقى كمدرب انا هعرف اشغلولك انا هعرف اخلولك اعظم لعب النهاردة محمد صلاح بعد المباراة قالك انه شعور عظيم الفوز النهاردة والهدف اللي سجله وقال انه هو هو وفريقه وعانه في البداية لكن لعيبنا كرة قدم جيدة في الشوت الاول وبدأنا الشوت التاني واستقبلنا هدف المباراة بقت صعبة لكن النتيجة عظيمة والطبع انا مبسوط باحراز 150 هدف مع ليفربول انا دايما بشعر بالفخر بعد تسجيل الاهداف لهذا النادي لكن اهم شيء بالنسبة لي دايما هو تحقيق الفوز دي كانت صراحات محمد صلاح بعد هذه المباراة